السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحمل المسلم رؤية متميزة عن غيره من أتباع الشرائع والديانات الأخرى في التعامل مع قضايا عصره وشؤون حياته العامة والخاصة فالمسلم في العمل صاحب مفهوم محدد ومنضبط إزاء قيمة العمل وطريقة أدائه على أحسن وجه وهو في تعامله مع الوقت ينطلق من قواعد شرعية أصيلة تحدد له قيمة الوقت وأهمية استثماره بما يعود عليه بالنفع النفسي والأخلاقي والمادي وهو مع شهوات النفس وقاف عند حدود رسمتها له شريعته وطلبت منه عدم تخطيها كي لا يظلم نفسه وكي لا يعتدي على حرمات الآخرين وممتلكاتهم ومشاعرهم وكذلك في سائر شؤون الحياة ومناحيها وجملة أفعاد المسلم وأقواله ومواقفه هذه يحددها إطار عام هو شخصيته الإسلامية فما الشخصية الإسلامية وما أبرز سماتها وخصائصها كيف تصاغ الشخصية المسلمة في زمن المتغيرات وما عوامل اكتسابها المناعة الداخلية من الذوبان والتحلل الشخصية المسلمة في زمن المتغيرات عنوان حلقة اليوم من برنامج مقاصد فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء للحديث عن هذا الموضوع معي في الستوديو الدكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا بك أخي الكريم دكتور ماذا تحني الشخصية المسلمة لو وضحنا للمشاهدين بالمجمل ما هي الشخصية المسلمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصاحبه وسلم السلامة كثيرة بعد أرحم بك أخي الكريم ورحم بالمشاهدين الكرام أهلا وسهلا ابتداء أخي الكريم مصطلح الشخصية هو مصطلح حادث يعني لم يتطرق له علماء الأمة أو سلفها ولم يكن هذا المصطلح متداولا فيما سبق إنما هو مصطلح قد تناولته كتب المفكرين الغربيين وهو ليس بدعا من القول وإنما يعني من باب القضية الاستلاحية فقد وضعوا معايير للشخصية المعينة عموما فلما أراد علماء المسلمون أن يأخذوا هذا العلم وهو العلم ليس يعني علما هو نافعا إذا أردنا أن نقوم أو أن نقيم المسلم من خلال أن نجعل له شخصية ولهذه الشخصية لها سمات أمر بها الله عز وجل أو وفق شرع الله عز وجل فإذا الشخصية ما هي الشخصية هي مجموعة من القيم والمبادئ والمعارف والتصرفات التي هي مجموعة من القيم والمبادئ والمعارف التي يعتقدها الإنسان ويتصرف بموجبها هذا عموما سواء كانت هذه الشخصية إسلامية أو مسلمة أو شخصية غير مسلمة أما إذا أردنا أن نسقط هذا التعريف على الشخصية الإسلامية فنقول هي مجموعة القيم والمبادئ والمعارف الشرعية الشرعية التي يجب أن تتحلى بها أو أن يتحلى بها الشخص المسلم ثم بعد ذلك يصدر في سلوكه عن هذه جملة وفق هذه المعايير قدر تمسكه بهذه المعايير وتصرفه وسلوكياته وفق هذه المعايير يكون التزام بهذه الشخصية وبقدر قلة أو ابتعاده يكون ابتعاد عن هذه الشخصية قبل أن نذهب للحديث عن مصادر بناء الشخصية المسلمة وأسس بنائها السمات العامة التي تتميز بها وينفرد بها المسلم عن غيره من الشخصية مثلا المسلم حتى لو كان هنديا أو أمريكيا أو شاميا أو عراقيا أو مصريا إلى آخره كيف تتميز شخصيته عن الهندي غير المسلم الأمريكي غير المسلم الشامي غير المسلم ما هي السمات العامة التي تحدد شخصية المسلم ابتداء عندنا الشخصية إذا أردنا أن نقول الشخصية المسلم شخصية المسلم الافتراضية أم شخصية المسلم الموجودة الآن على الساحة هناك فرق بين المعيارين الشخصية المسلم الافتراضية هي المنضبطة بتعاليم الشرع وهي التي دائما تحظ على مكارم الأخلاق وأغتنم هذه الفرصة فأقول إن مكارم الأخلاق صفات مقبولة عند جميع الشرائع وجميع أطياف الناس ومختلف إذا وجدت الإنسان المنضبط خلوقيا اجتماعيا في أي مجتمع مسلم كان أو كافر أو هندوسيا أو أي شيء أو عربي أو أعجمي الذي يتحلى بأخلاق كريمة مقبول اجتماعيا من قبل الكل لكن هذا يعتبرها ديانة وهذا يعتبرها سجية فالمسلم هي أصلا في سجيته ثم اعتبرها ديانة عند الله ويعلم أنه إذا خالفها ستترتب على ذلك عقوبه وسيترتب عليه إثم لذلك تجده يلتزم بها التزاما كثيرا فمن ذلك تبرع أو تطفو الشخصية المسلمة بين جميع المجتمعات لذلك تجد أن المسلمين أن الناس عوامل الناس أنها كانت صفاتهم يحبون الشخصية المسلمة المنضبطة لماذا؟ لأنها تتمتع بمكارم الأخلاق وهو يتخذها ديانة والناس في طبيعاتها تحبوا يعني الآن لو أضربوا لك مثلا الناس كانت تحب شخصا نبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبعث أصلا لماذا؟ لأنه كان يتمتع بمكارم الأخلاق وكانوا يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وهم كفار يعبدون الأصنام وقد تخلوا عن كثير من عاداتهم العربية من أصبحوا يئدون البنات والقوي فيهم يأكلوا الضعيف وضيعت كثير من الأمانات عندهم فلما يوجد شاب وليس هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصرا يعني كان وحده هذا الشاب في كل هذه المنطقة في هذه القرية يعني يتمتع كان بعض من الشباب أيضا يتمتعون مثل أبو بكر رضي الله عنه لكن هذه كان نبي صلى الله عليه وسلم أبرز شخصية تتمتع بمكارم الأخلاق في هذا المجتمع الذي ضاعت فيه كثيرا من قضايا الأخلاق أصبح الناس يحبونه وهو ليس على القضية ليس قضية الدين أو لا يحبونه لله يحبونه لأجل هذه المواصبات وهذه موجودة لذلك يعني يروى أن جنوب شرق آسيا وصل لها الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين بسبب عاداتهم وتقاليدهم الطيبة ودمادات خلقهم لذلك فالناس تحب الشخصية المسلمة الملتزمة بدينها لكونها شخصية تتمسك بمكارم الأخلاق ديانة الناس ولكن دكتور إذا قصرنا السمات والخصائص السمات والخصائص الشخصية المسلمة على مكارم الأخلاق فما الذي يفرق بين المسلم الذي يتمتع بمكارم الأخلاق والهندوس الذي يتمتع بمكارم الأخلاق هنا لا تفريق لكن هنا وحدان من الهندوس وليس الهندوس فقط الآن تجد في النصارى وحتى في اليهود وتجد في كل الملل أن من كل مجتمع هنا وهناك مجموعة من الأشخاص قلة جدا لا يشكلون ظاهرة فلا ينتبه إلى مثل هذه القضية لكن المسلمين عموما يعني الغالبية العظمى إلا من شذ أو خرج عن هذه السمات لذلك تجد أن الناس يحبون المسلمين هم لا يحبونهم ابتداء لدينهم لأنهما لا يعتقدون بهذا الدين لكن لأن للأخلاق إنعكاس على المجتمع أحبهم من أجل هذه القضية نتكلم قضية الحب لا نتكلم قضية أنه الشخصية الإسلامية هي فقط في هذه مكارم الأخلاق وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما وهذا حصر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم أما تعبدك ليش مكارم الأخلاق لماذا؟ لأن مكارم الأخلاق هي تنعكس على المجتمع اللي أنت عاش به يعني ربما يأتي من يقول لك دكتور مثلا ربما يقول إن من سمات الشخصية المسلمة أن المسلم يمتلك رؤية ووعيا محددا تجاه الكون ووجوده وغاية وجوده من الكون بينما هذا يغيب عن الهندوسي أو عن الرجل الغربي العامي ألا يمكن إدخال هذه الميزة في نطاق السمات والخصائص للشخصية الإسلامية؟ نحن الآن لم نتكلم على السمات وهو سؤال كان عن السمات الإسلامية نحن تكلمنا عن هذه الميزة الآن التي هي يعني شخصية المسلم بما تمتاز بما تمتاز عندك العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس هذا العلاقة الناس تريد أو علاقة معهم لأن ما بينك وبين الله لك يعود نفعه عليك وضره عليك لكن علاقتك مع الآخرين يعود نفعه على الآخرين فهذا الذي يلفت انتباه الناس ويحدد علاقتهم معك أو مع دينك الذي تنتسب إليه هذا قضيتنا أما صفاء سمات الشخصية المسلمة ابتداء بغض النظر عن الآخرين بغض النظر عن المجتمعات ابتداء التمسك بكتاب الله وسنة نبيه أن يكون من منهاج حياة هذه الشخصية نابعا من القرآن والسنة قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هؤلاء أن يكون اعتقادهم وتوحيدهم وإيمانهم بالله عز وجل المطلق بالله تبارك وتعالى بصفاته وأسمائه وقدرته وأفعاله من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والعبادة المطلقة ثم تمسكهم بالشرع بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمروا به وما انتهوا عنه هذا السمع العام أن يراعوا هذا السمع العام ولي الأساس تعلم الشخصية المسلمة أنها مكلفة برسالة سماوية توصلها إلى الناس لتنقذهم لتنقذهم من الظلمات إلى النور أنها شخصية إيجابية وليست شخصية سلبية إيجابية أنها دائما تريد أن تؤثر في الآخرين نحو الأفضل من خلال شعيرة الأمر من خلال شعيرة الأمر من خلال الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ثم تأتي الأمر بالمعروف أنها عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكذلك إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا الذين يألفون ويألفون بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا هذه السمات العامة يعلم أنه جاء أنه خلق لغاية العبادة وخلق للهداية وخلق لأعمار الكون لديه رؤية عامة رؤية عامة ورؤية مستقبلية ويعمل أن ويعلم أن أنه مكلف بالعمل والنتائج على الله تبارك وتعالى إذا أردنا أن نشبع المفهوم أكثر مفهوم السمات والخصائص الإسلامية الحالة في الشخصية المسلمة يعني كل فئة أو كل مجتمع بشري سواء كان متديناً أم ملحداً لا دين له لديه موروث نظري لديه نظريات يؤمن بها السؤال هنا إلى أي مدى ينبغي أن يتحقق الإنسجام والمواءمة بين ما يؤمن به المسلم وبين ما يقوله وما يفعله بمعنى الإنسجام بين القول والفعل إذا كان هذا يميزه عن غير المسلم مدى الإنسجام بين القول والفعل لدى المسلمة؟ الأصل أن يكون الإنسجام بين القول والفعل تاماً الأصل لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإذا قلت قولاً طيباً جميلاً وكان فعلك على الدوام ينافيه لم يعبأ الناس لقولك وسيعلمون كذبك وكذب ادعاك العفو بلا أوجيه الكلام إليك وإنما أوجيه الكلام إلى الشخصية الإفتراضية التي نتكلم عنها لكن هذا الأمر هو قد تحقق في شخص النبي صلى الله عليه وسلم متحقق في شخص صفة أصحابه رضوان الله عليهم لكن بما أن الشخصية الإسلامية هي بشر وأن الله عز وجل قد أعلمهم على لسان نبيه أنهم يخطئون وأنهم غير معصومين من ارتكاب الخطأ وبذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ إذن الشخصية الإسلامية ليست معصومة لكن ما الذي يغلب الحكم يكون على الغالب الشاعر لا على النادر فإذا غلب على هذه الشخصية لأنها تفعل وتحقق ما تقول بالغالب العام يغض النظر عن الحفوات التي ترتكبها النفس بسبب النزاع الشخصية بسبب النزاعات النفسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهنا هذه النزاعات وحصوصاً النزاعات البيئية والاجتماعية التي يتربى عليها الإنسان قد تؤثر أحياناً في سلوكه لكن هو تجده يتمنى أن يكون جاداً في تحقيق كل ما يدين بهذه الشخصية المسلمة الملتزمة لأن عندنا كثير من الناس هم ينتسبون الإسلام ولكن لا يتمثلون بشخصية فقط لهم من الإسلام الإسم وبعض الطقوس وبعض الديانات هؤلاء ليسوا مجال الحديث عنهم وإنما مجال دعوتهم إلى هذه الشخصية مجال أننا ندعوهم إلى أن يتحلوا بهذه الشخصية أما هم ليسوا مدار الحكم لأن إذا حكمنا هؤلاء معظم المسلمين هم ليسوا على هذه الشخصية الإسلامية ولكن نأمل فيهم خير ونسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلى جادة الصواب انطلاقاً من ثنائية العقل والقلب المحركات العقلية أو المحركات العاطفية المشاعر أيهما أكثر حضوراً في شخصية المسلم هل هو أكثر ميلاً إلى العقل وبالتالي أن يكون مجرداً أم إلى العواطف والمشاعر وبالتالي أكثر انسياقاً وراء إلى حد ما يشبه الغريزة يعني ما الذي يحكم شخصية المسلم وسط هذه الثنائية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمنوا أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به العاطفة إن كانت شرعية فهي منضبطة العاطفة إن كانت شرعية فهي منضبطة والعقل ابتداءً لا ينفرد بانفراداً مطلقاً بتعين الحسن والقبيح إنما له إمكانية من معرفة الحسن والقبيح فيحب ذلك ويمين إليه ويبغض ذلك ويجنح عنه العقل السليم لكن الشرع هو الفيصل وهو الحكم هو الذي يبين لنا أن هذا حسن وهذا قبيح لسبب اختلاف العقول في تمييز الحسن والقبح والجنوح إلى أحدهما فما يكون حسناً عند أقوام يكون قبيحاً عند آخرين وما يكون قبيحاً عند أقوام يكون حسن عند آخرين ذلك ما المعيار الضابط؟ الشرع هو الذي يبين لنا أن هذا حسن وأن هذا قبيح على كل المسلمين بمختلف أهوائهم ومشاربهم وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم وموروثاتهم أن يتمسكوا بالحسن الذي حسنه الشرع وأن يجتمبوا عن القبيح الذي قبحه الشرع هذا بالنسبة للمنظور العقلي أما المنظور العاطفي فقلنا العاطفة أغلب الأحيان تغلب على تصرف الإنسان يعني العاطفة تغلب حتى لو كان العقل يرى أن هذا التصرف جيد أحياناً العاطفة تنعكس على الآخر وخصوصاً عاطفة يعني القرابة وعاطفة الغيرة على الدين أو على قضية معينة قد تجنح بالإنسان أن يتصرف زيادة عن اللزوم فيكون تصرفه خطأاً لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يتركنا هكذا هملاً وإنما بيّن لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمنوا أحدكم حتى يكون هواه عاطفة ما يحب ويهوى ما يحب ويهوى تبعاً لما جاءت به أي لما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم تبعاً للشريعة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فعلينا أولاً أن نتعلم نتعلم ما المراد منا نحن كمسلمين ما المراد منا كل هذه الأمور من علاقتنا مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع القرآن والسنة مع الإسلام والمسلمين مع تكاليف الإسلام مع الناس الآخرين كيفاً إلى كل الأمور نتعلم ثم نتحلم من الحلم ثم نتحلم من الحلم الآن حتى حتى على مستوى العلماء وعلى مستوى الدعاء تجد فيه حدة تجد فيه حدة قد تربى عليها أو قد تكون في الجينات الوراثية فتجده غضوب أو يغضب بسرعة أو يكون فيه نفرة في عدة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوحي الله عز وجل يعلم هذه فقال قال بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا إنما الحلم بالتحلم لا تغضب إنما الحلم بالتحلم لا تغضب قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب نعم لكن دكتور يعني النفس البشرية تتنازعها نوازع نحو الشهوات إلى آخره ثمت من المسلمين من يقولهم ربما محسوبون على طائفة من الصوفية يقولون أن النفس البشرية إذا أحسنت تربيتها وتأذيبها فإن شهوة الحرام لا تعرف طريقا إليها هل هذا الكلام فيه إغراق في المثالية أم أنه حقيق وصحيح شرعا نحن إذا رأينا إلى يوسف عليه السلام نرى أن هذا الكلام له واقع له قبول هو ليس فقط قول هذا أخلاق السلف ليس هو قول أهل التصوف لكن التصوف استنبطوها من أصفات السلف عندنا من الناس من وصلوا إلى مرحلة يعني يقول عمر من الخطاب رضا عنه في هذا الصحابي الذي فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام ونجه الله قال الحمد لله الذي أراني في أمة من فعل به من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندنا رجل يسمى المسكي من السلف يقول هذا كان رجل يعني يعمل أجيرا فاستأجرته امرأة فلما دخل بيتها راودته عن نفسه لكن هذه حالة استثنائية وليست عامة نعم نعم إذن هي المثالية تتقول هل يبنى على الاستثنائة نعم؟ لا هو هذا الأصل الأصل لو أننا لو أن الإنسان صفى مع الله صفت له هذه الأمور لكن هي لا تنفك عن المنازعة هذا الذي قصد لا تنفك عن المنازعة لا تبقى تنازعه لكن بما يضبطها بما يضبطها يضبطها بما ملأ الله عز وجل قلبه من الإيمان وهنا سنة المدافعة بين الحللي والحرام وإلا يتحول إلى ملك من الملائكة وهذه نحن بشر نحن بين الشياطين الذين هم أهل المعصية المطلقة وبين الملائكة الذين هم أهل الطاعة المطلقة نحن بشر استرعينا فطلب منا هذا وابتلينا بهذا فالمعصوم قال نفسه عسلم من عصب الله هذه الشخصية المسلمة التي تحكم السيطرة على نوازعها وشهواتها ما هي مصادر بنائها وكيف تبنى وتصاغ هذا ما نناقشه لكن بعد العودة من الفاصل فاصل ولا نعودى بعده ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا في الحديث عن سمات الشخصية المسلمة وأسس صوغها ودائما الحديث مع دكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي دكتور مصادر بناء الشخصية المسلمة هل فمت مصادر محددة؟ المصادر هي الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية القرآن الكريم التي جاءت فيها آيات تحضوا المسلمين أن يتخلقوا بأخلاق وأحادث النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرت ونهت أمرت بأخلاق حميدة ونهت عن أخلاق مذمومة سيرة النبي صلى الله عليه وسيرته بين أصحابه الصحابة رضوان الله عليهم وما طرى عليهم سيرة السلف الصالح الآداب والموروثات والعادات والتقاليد للأمم التي لا تخالف الشريعة هذه هي مصادر الله ثم العلم الشرعي والتعلم مصادر بناء الشخصية الإسلامية هذه فقط أم أن مثلا الأسرة الحي الرفاق يعني هناك عوامل دخيلة ربما هذه مصادر أساسية لتكوين عقيدته لا لا هذه المصادر التي تكون الشخصية المسلمة أما ما الذي يؤثر في بناء الشخصية المسلمة الذي يؤثر في بناء الشخصية المسلمة ابتداء الأسرة ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يولد المرء أو الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه ومجسانه وينصرانه فلذلك تجد أن الأسر الدينية أو الأسر الملتزمة دينيا وخلوقيا أنها إذا أحسنت تنشأت جيلها يظهر أيضا الجيل على صفات أهله إلا البعض وهذه طبعا حصلت يعني لا يقاس عليها البعض إما جهلا وإما بسبب اسلوب يعني فض أنه يفرضون على الأبناء فرضا بالغلظة أن يتسخصوا بالشخصية الإسلامية فعندما يكبروا الأبناء ينفلتوا من هذه الشخصية ويتحولوا إلى عنصرها الدام لا نحن لا نتكلم نتكلم عن هذه أو بلعك ستجد أن بعض الأسر التي هي أصلا يعني ربطت ونشأت على المعاصي سينجوا أبنائها على المعاصي وهذا حاصل لنا ولكثير من الناس الأسرة المجتمع أيضا الأسرة تتأثر بالمجتمع إذا ما قلنا الأسرة ابتداءا لأن الأسرة تتأثر بالمجتمع وسائل التعليم وسائل الإعلام أين ينظر انظر الآن الألجال التي تربت في الستينات والسبعينات والثمانينات وإلى تقريبا بداية التسعينات تربت أغلبها على القنوات والأفلام والأفكار والبرامج التي لا تمتوا الإسلام بصلة إلا بعد انتشار القنوات الفضائية وحتى الآن حتى القنوات الإسلامية قليل قياسا بالقنوات الأخرى التي هي تبث عكس ذلك وتهدم ما تبني وحتى القنوات الإسلامية في بدايتها معظم القنوات الإسلامية في بدايتها كانت تتمنهج بمنهج تربوي ممتاز جيد جدا وحقق الثمار وعلى يد دعاة يعني مهما كانت وجهة النظر اختلاف وجهة النظر بيننا وبين بعض الدعاة لكن كان لهذه القنوات دور كبير في إصلاح كثير من أسر المسلمين كثير لكن للأسف شديد نرى أن من أربع سنوات أو خمس سنوات تراجع دور هذه القنوات لأن هذه القنوات بدأت تتحول إلى تجارية أو لا نعلم هل هناك عليها تمارس على ضغوط معينة وكذا بدأ ينحسر هذا الدور التربوي وأصبحت يعني الإعلانات وأصبحت الالتزام ظاهرة الالتزام التي كانت تدعو عليه خفت حتى عند مقدمي البرامج حتى عند من الدعاة التي تعرضهم طبيعة البرامج هذا بسبب الإعلام فإذن أصبحت الأسرة والأسرة تكون متأثرة تدائم بالمجتمع الوسائل العلمية التي تلقاها من نشأته الإنسان الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية ثم وسائل الإعلام هذه كلها تؤثر في بناء الشخصية المسلمة سلبا أو إيجابا لكن تلقي المسلم على طريق بناء شخصيته يكون مختلفا باختلاف مراحل عمره يعني مثلا مصادر الشرعية من القرآن والسنة ثم بعد ذلك المدرسة وحتى البيئة الاجتماعية الأسرة والحي إلى آخر ثم وسائل إعلام هذا يمر عبر مراحل عمرية يعني متنوعة لكن السؤال دكتور متى من منظور إسلامي يبدأ تكون الشخصية المسلمة عمريا هذا يرجع إلى أهل العلم النفس لكن عندما يقول نبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لعبوا أولادكم سبعا وأدبوهم سبعا وراقبوهم سبعا هل يستقى منه هذا أنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع اللي هي يسمونها مرحلة التمييز التي هي ما بين الطفولة وبين البلوغ مرحلة التمييز أي أنه يصبح طفلا مميزا يستطيع تمييز الأشياء لا كلها ولكن معظمها ولذلك يستغل في أول مرحلة التمييز تستغل هذه المرحلة الطيبة في إرساء دعائم الشخصية الإسلامية مرحلة التمييز علموهم من غير ضرب من غير ضرب علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع متى يكون الضرب وضرب غير مبرح ضرب تعليمي ضرب بسيط ضرب تعليمي تعليمي لا لا ممكن يكون ضرب حقيقي لكن ضرب تعليمي غير مبرح لا يترك آثار الآن يعني الناس انقلبت حتى التربية الأسر انقلبت يعني عندما هاي ثلاث سنوات نحن نعلم ونصبر على أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اصطبر أشد معنا من اصبر ما زيد في المبنى زيد في المعنى واصطبر عليها فأمر إسماعيل عليه السلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فهنا يصطبر على الأبناء من سبع إلى عشر هاي ثلاث سنوات ويعلمون بالمداومة مو يا ابني أصبحت عمرك سبع سنوات صلي وخلص وترك والله أنا علمت الصلاة تعال تعلمك الصلاة ليست التعليم فقط إنما تعليم والمواضبة والتعليم بالترغيب الجميل والاستبار عليها ثم لما يبلغ العشر ويكون هذا الولد لا زال يعني تارك ومتهم في الصلاة يضرب الضرب غير المبرح الضرب البسيط حتى يعلم أن هناك عقوبة في هذه القضية حتى يعلم أن الأمر أخطر حتى لا يضيع جيل مسلم الآن الأب ممكن يضرب ابنه بعمر خمس سنوات وست سنوات وأقل من عشر سنوات إذا كسر إناء زجاجيا واحدا أو كسر له تحفة من التحفيات ولا يضربه على الصلاة وقد وهو منه يؤثر في بنائه النفسي وفي تكوين الشخصية لاحقا لكن هنا يعني استدراكا على ذلك أو تعقيبا على ذلك دكتور الشخصية أو السمات الخصائص الشخصية المسلمة كيف يمكن المحافظة على شخصية مسلمة واحدة بين سائر المسلمين في العالم من الشرق إلى الغرب في جهاته الأربع في ظل اختلاف وتعدد وتنوع ظروف النشأ الاجتماعية والسياسية في بلدان العالم الإسلامي لا تختلف الشخصية الإسلامية لا تختلف لأنها أيضا تراعي العادات والتقاليد خصوصا إذا لم تكن العادات والتقاليد تخالف الشرع فلكل قوم سجاياهم وعاداتهم ومورثاتهم لكن المجتمعات الإسلامية مليئة بما يخالف من الشرع من العادات في هذا الزمان هذه تتفاوت بحسب حرمتها وبحسب كراتها منها المكروه ليس هذا سؤال نعم أنا فامك السؤالي أنه هذه الوجود عادات كثير من العادات التي تخالف الشرع كيف يمكن بناء الشخصية المسلمة في كل هذه البلدان التي تحوي عادات مخالفة للشرع بحيث يحافظ الرجل على شخصيته المسلمة أولا عندنا قدر مشترك كبير نعم عندنا قدر مشترك كبير لذلك لو أتيت بالشخصية الإسلامية من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض وجئت وعملت دراسة بين شخصيتين تجد نسبة التوافق والتشابه من 60 إلى 70% 30% الأخرى هي العادات الاجتماعية وطريقة التعاون مع الآخرين فقط إذن إذن الصفة الشخصية الإسلامية إذن ضبطت بالهند مثل ما تنضبط في مصر ومثل ما تنضبط في العراق ونفس الشخصية الإسلامية ما لك فرق فرقها بسيط جدا أما التعامل أنت ذكرت مسألة أنه هو العادات والتقاليد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية لم يعني ما أمر به بيّنه للناس ولكن كان يتعامل معهم بالحسنة هذا الذي ينقصنا الآن التعامل مع المخالف بالحسنة قال الله عز وجل وجادلهم بالنتي هي أحسن إذا كان الجدال التي من طبع الجدال أن يحتدم وأن يصل إلى درجات أو إلى درجة مثلا تقاذف التهم أو التنابز بالقاب أو بالشتائم قال الله عز وجل وجادلهم بالنتي هي أحسن يعني أعلى من الحسنة فالتعامل من باب أولى يعني ممكن أن تعلق صوتك على إنسان لكن بعد شوية تعتذر منه ممكن لكن الفعل اليومي الفعل اليومي يروى أن امرأة يهودية مرضت وكانت لها جارة مسلمة فقالت لها أقرأ لك القرآن قالت أنا أحتاج إلى كذا فعلي لي كذا ففعلت لها جابت لها الدواء وحضرت لها الطعام ونظفت مكانه يعني من باب حسن الجوار فلما قالت أنا الآن أقرأ لك القرآن قالت لقد أريتيني قرآنك عيانا فعلا نعم وهذا أيضا الفتى اليهودي الذي هو جار النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وعاده وزاره في بيته وقال أشهد أن لا إله لأني رسول الله فنظر إلى أبيه فقال له أضعب القاسم من أين جاءت هذه من أين جاءت هو لا يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي لكن بسبب حسن الجوار نعم هذا كله من سمات الشخصية المسلمة لكن دكتور يعني على مدار 13 قرن كانت الشخصية المسلمة هي وليدة بيئة إسلامية حيث تحكم الشريعة والبيئة مسلمة محافظة مصادر التلقي ثابتة وموحدة لكن قبل قرنين من الزمن دخلت مؤثرات خطيرة على العالم الإسلامي منذ دخول نابليون بونابارت إلى مصر وبعد ذلك الغزوات العسكرية والغزو الثقافي الذي تخلل واخترق العالم الإسلامي في الأعماق هذه المجريات التي شهدها العالم الإسلامي إلى أي درجة أثرت في تكوين الشخصية المسلمة بعد ذلك يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي يقول الطبع لص الطبع لص يسرق من المحيط من المحيط لذلك ماذا قال نبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حول القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن نعم هم الطبع العموم سبحان الله عموم الناس والغالبية العظمى من عوام الناس والدهماء يتبعون أخلاق ويتخلقون بأخلاق الأقوى بأخلاق الأقوى المنتصر فلذلك لما كان الإسلام هو الأقوى وهو المنتصر يقول في إيطاليا كان في إيطاليا بعض القساوس يعيرون الشباب الإيطاليين الذين هم ليسوا مسلمين يقول إنكم تتشبهون بالعرب و بالمسلمين حتى من أراد أن يعجب محبوبته و يتكلم معها بمعض المفردات العربية يقول لا أنا أحبك باللفظة العربية يعني هو كأنما يعني هو أنا مثقف اللغة الراقية اللغة الراقية لغة من لغة هذا الدين للأصحاب والذين سادوا للدنيا فهذه إنعكاس طبيعي وإن كان طارئا يعني على أمة إنعكاس طبيعي لكل قوي لكل أمة قوية نتكلم عن الغثاء عن الدهماء من الناس لا نتكلم عن خواص الناس خواص الناس لا يتأثرون بهذا القضاء لذلك شوف ترى الآن ترى الآن لو تنزل مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي ترى والمشكلة الكبرى أنه ليس فقط الألفاظ بعض الأرقام الإنجليزية يعني تقابل أحرف مثل حرف السبعة سيفن يمثل حرف الحاء وكذا فبدوا يكتبون حتى لفظ الجلالة الله يعني ما يكتبوا يكتبوا مو بس باللغة الإنجليزية يعني أريت باللغة الإنجليزية وإنما بهذه اللغة العصرية لغة الديجيتال أو لغة الأرقام وكذا وأصبحوا نصف كلامهم يضعون فيه هذه المفردات التي هي مفردات دخيلة حتى دخيلة حتى على المجتمع الغربي وليس على المجتمع الغربي لماذا؟ لأنها لغة المنتصر نعم لكن الدكتور أردت يعني استمزاج رأيك أو معرفة رأيك أو كلامك في قولك في موضوع الدولة الإسلامية على مدار التاريخ كانت تحفظ بيضة الإسلام وتحافظ على المسلمين قبل قرن من الزمان سقطت دولة الإسلام مثلاً بالدولة العثمانية بعد ذلك نشأت أنظمة علمانية وثم تغيرت المناهج التعليمية حتى تكلم مفكر كبير مثل محمد قطب قال الخطر الداهم الآن في المسلمين أن فساد التصور لدى المسلمين أنفسهم هذا الكلام إلى أي درجة يأكس لك كمراقب ومتابع وباحث إسلامي تغيراً في سمات الشخصية المسلمة في أواخر القرن العشرين وبداية ومطلع القرن الواحد والعشرين أو الحادي والعشرين أستاذ الكريم حفظك الله نحن عندنا نسبة وتناسب وعندنا قاعدة الطرد والعكس هذه الآن أنت عندك موروث إسلامي شرعي من الشخصية المسلمة لما تحصر هذا المعين الذي تستقي منه الشخصية المسلمة الشخصية المسلمة ليس واحد واثنين الشخصية المسلمة ملايين من الناس طيب هؤلاء أنت حجزت بينهم وبين المعين حجزت بينهم وبين النهر الذي يستقون منه حجزت بينهم وبين ذلك النبع الصافي وجعلت لذلك النبع الصافي ثقوب صغيرة مجموعة طقوس ومجموعة شعائر يؤدونها فقط وحجزتهم بقوة الحديد والنار وقوة السجون والتهديد فمنعتهم من هذا فصلتهم عن هذه القضية ثم فتحت عليهم مياها آسنة أو مياها ملوثة وأصابهم لابد بطبيعة الإنسان أن يستخدم المياه الملوثة لا يجد أمامه إلا هذه مرر الزمن برتراكم هذا التراكم الكمي على مدى قرن ونيف من الزمن على مدى قرن ونيف من الزمن أصبح هذا الماء هو الأصل عندهم فلذلك لا شك أنه ينعكس سلبا على الشخصية المسلمة لا شك لذلك الآن لو عملنا إحصائية نحن وأردنا أن نجعل الشخصية الإسلامية يعني أن نصنفها ألف باء جيم هذه الشخصيات التي نقول يعني شخصية إسلامية ثم بعد ذلك نجد أن أقل الناس أقل فئة ستخرج أنت يعني فئة ألف فئة ألف ستكون أقل الفئات ثم فئة باء ثم فئة جيم ثم بعد ذلك تأتي باق الفئات بسبب هذه القضية التي ذكرت أحضر هنا وصلنا إلى الحديث عن كيفية بناء الشخصية المسلمة في ظروف اجتماعية وسياسية وأمنية مضطربة لكن نحتاج إلى فاصل قصير لو أذنت ليه نذهب إلى فاصل الأخير قبل العودة لاستئناف ما تبقى من الحلقة أهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في جزئها الثالث والأخير المدى الذي احتفظت فيه الشخصية المسلمة بسماتها وخصائصها في ظل الغزو العسكري والفكري الذي واجهته الأمة منذ سقوط الدولة الإسلامية في إسطنبول قبل نحو مئة عام دكتور عبد الملك وصلنا كما تفضلت قبل الفاصل أنه قلت بأنه حجب بين المسلمين وبين إسلامهم من خلال مناهج تعليمية من خلال وسائل الإعلام من خلال تدفق معلومات وأفكار وقيم بعيدة عن روح الإسلام السؤال هو كيف يمكن للمسلم أن يبني شخصيته في بيئة شخصيته الإسلامية في بيئة مضطربة سياسياً اجتماعياً أمنياً حتى اقتصادياً أولاً أخي الكريم هذه تعتمد على هداية الله عز وجل اتداءاً لأنه من أراد الله عز وجل أن يهديه إلى الخير يشرح صدره الإسلام ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأن ما يصعد في السماء الآن بعد الهداية كيف نفعل في حديث حذيفة رضي الله تعالى في صحيح مسلم في أحادث الفتن في باب الفتن قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله اللهم صلى على نبينا محمد إننا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأثته صلى الله عليه وسلم فهل من بعد هذا الخير من شر قال نعم وهل من بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل أناس من جلدتنا يدعون يتحدثون بألسنتنا يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر إلى آخر أخي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تأمرني إن أدركني ذلك قال أن تتمسك بأصل هذا الأمر قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام الآن بعض البلدان الإسلامية لا يوجد لا جماعة ولا إمام في بعض البلدان الإسلامية وهي قلة لكن البقية عندهم حقام السلطات الليسوا المعنيين لكن معنيين فيه التمسك بأصل هذا الأمر الكل فقال إن لم يكن جماعتهم وإمامهم أو حاكمهم أو أميرهم يتمسك بأصل هذا الأمر فعلى كل مسلم قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام هنا تأتي الوصفة النبوية الناجعة قال أن تتمسك بأصل هذا الأمر وهو الكتاب السنة ولو أن تمسك على أو أن تعظ على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك يعني ما كوا الناس راحة وأنا رحت معاهم وما كوا لا يوجد أن الناس والله الناس كلهم على هذا الهدي وعلى هذا الدين وأنا معهم والناس على دين ملوكهم نعم هذه وصفة عامة لكن ليس الدين يحاسبك الله عز وجل إذن من منقذ؟ المنقذ التمسك بأصل هذا الأمر حتى لذلك قال نفسه صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما كان إذن قال فطوبى للغرباء والقابض على دينه كالقابض على جمر لذلك يا أخي الكريم على كل مسلم يريد أن يتحلى بالشخصية الإسلامية ويريد أن يلقى الله عز وجل أن يتمسك بأصل هذا الأمر بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا زال في الناس خير ولا زال في أمة الإسلام خير انطلاقاً من هذا الكلام دكتور ربما بات على الأسرة المسلمة مسؤولية أكبر من ذي قبل في بناء وتكوين شخصية أبنائها الإسلامية في ظل عدم وجود مجتمع إسلامي تكاد تقول أنه أصبح الجهد الأكبر والواجب الأكبر على الأسرة المسلمة أصبح الواجب الأكبر والجهد الأكبر على الأسرة المسلمة لأنه لا سلطان لأحد على أحد لا سلطان لأحد على أحد بل على العكس أن السلطان أيًا كان سواء سلطان التعليم أو سلطان القنوات الإذاعية أو كذا هي على العكس هي هادمة أكثر من ما هي بانية لذلك أصبحت الأسرة المسلمة مكلفة بأن تنشئ أبنائها تنشئة صالحة لعلى الله عز وجل أن يخرج من بين أي هذه الأسرة الطيبة مجتمعاً طيب لو كل أسرة عندها ثلاثة ستخرج ثلاث أسر كل أسرة ستخرج ثلاث أسر خلال عقدين من الزمن إذا قلنا عندنا مئة أسرة سيكون خلال عقدين من الزمن ستمئة أسرة مئة أسرة ثلاثمئة أسرة إذا مئتي أسرة ستمئة أسرة ثم يكون هذا الانشطار حتى نحصل على مجتمع مسلم قادر على أن يقوم بأعباء المهمة والرسالة الملقعة على عاتقه وربما هذا يوافق النهج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عندما بنى نواة دولة الإسلام من خلال فئة قليل من الصحابة وصارت تتوسع شيئاً فشيئاً حتى كانت دولة الإسلام في المدينة المنورة سؤالي الأخير دكتور في ضوء ما ذكرت وتفضلت به ماذا بقي من الشخصية المسلمة في ظل هذه المؤثرات الخارجية الكبيرة التي تخترق روح وجوهر المسلم ابتداء ناخ الكريم لا شك أن الشخصية المسلمة هي قد تأثرت في بعض جوانبها نحن نتكلم الآن عن الذين هم يتبنون أنهم يعني أصحاب الشخصية المسلمة أما أوامل المسلمين تكلمنا عنهم وقلنا هؤلاء يعني أصبحوا في حيصة بيص من الأمور وقد اختلط عليهم الحابل بالنابل بل كثير منهم ذهبوا شططاً لكن نتكلم الآن عن النخبة أو الصفوة من المسلمين هم تأثروا لكن هذا التأثر يتفاوت من شخص إلى شخص لكن لا زال في الأمة منهم قائمون على خير لا زال في الأمة هناك أناس قائمون على الخير لا زال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيي وفي أمتي إلى قيام الساعة ولا يستطيع أحد إلا أن يأذن الله عز وجل بأنه يرث الأرض ومن عليها وقيام الساعة حتى لا تبقى نفس مؤمنة في تلك اللحظة أما ما لم تأتي ذلك الأجل أو تلك الساعة أو تلك اللحظة فلا زال في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخير ولا زال العلماء والدعاة والمصلحون في كل مكان وزمان يعلمون الناس الخير وفي ذلك حظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وحتى الحيتان التي ببعض وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير نعم أشكرك شكرا جزيلا أدركنا الوقت دكتور عبد الملك في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر دكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي شكر الله لكم حسن متابعتكم في رعاية الله وأمنه شكرا جزيلا